نروح لي أخبار نادي الزمالك والساعات اللي فاتت تلقى رزاق سي سي لعب نادي الزمالك عرض رسمي من صفوف الاتحاد السكندري في ظل اقتراب بانتهاء تعاقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي رزاق مش عايز يحسن موقفه دلوقتي عشان كده ما ردش على عرض الاتحاد حتى الآن ومستني يعرف موقفه مع مسؤول الزمالك بالإضافة أنه مستني عرض بالدوري أو بأحدى الدوريات الخالجية رزاق سي إبداعاته وموهبته وروعيته ظهرت فقط في الاتحاد السكندري لم تظهر سوى في الاتحاد السكندري سبحان الله تغلق كثيرا مع الاتحاد السكندري مع نادي الزمالك لم يعطي أي شيء إطلاقا حتى يزي اللحظة ربما الأيام اللي جاية برؤية اللي جاية يبقى له دور ويتغلق بشكل كبير هو لعب كويس شكبالة اشتكى في تدريبات الزمالك بألم في القدم طلب الحصول على راحة من المران وبالفعل بريرا وافق وخد اللعب تدريبات تأهلية وعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي عشان يبقى اللعب فرصته ضعيفة للتواجد في مباراة امبي يوم الثلاثاء القادم فريرا كمان حذر لعب نادي الزمالك من مباراة امبي خصوصا الهجمات المرتدة اللي بيستغلها الفريق في المباراة وبدأ اشرح لهم عبر الفيديو نقاط القوة والضعف الامبي وفي نهاية الجالسة قال لهم أي مباراة مجبلة مش هيقبل بيها او مش هيقبل فيها غير بالفوز لازم نحافظ على صدارة الدوري والمنافسة اكيد صعبة كلام محترم مجلس ادارة نادي الزمالك بيدرس تجديد التعاقد مع حاز امام الزهيل ايمان الفريق لمدة موسم واحد مجلس الزمالك شاف ان حاز امام هو اللاعب اللي قدر او اللي قدر قرار ادارة النادي وحضر في المعادل اللي كان محدد للتفاوض ورحب بدون شروط انه يجاد التعاقده عشان كده في دراسة لتجديد التعاقد لموسم اضافي حلو ان النادي الزمالك يحترم اللاعبين الاوفياء وحاز امام اكيد وفي لنادي الزمالك